لا يكاد يوم يخلو من الإعلان عن عمليات ضبط كميات من المخدرات أو مرويجين ومتعاطين لها في المملكة لا بل أن المقلق في الأمر وفق مراقبين كميات تلك المضبوطات الكبيرة من جهة وأسلوب التهريب من جهة أخرى إدارة مكافحة المخدرات التي خسرت عددا من رجالها خلال ملاحقة مرويجين ومهربين خلال عام 2018 أكدت في أكثر من مناسبة أن الأردن لم يعد مستقرا لتلك المخدرات بل دولة عبور فقط إلا أن محاولات التهريب من قبل المهربين والمروجين قد ارتفعت وطيرتها خلال الفترة القريبة الماضية والتي تزامنت مع هدوء نسبي تشهده الدول المجاورة للمملكة في المقابل تخالف الدراسات البحثية المختصة جزئية أن الأردن دولة عبور فقط فقد أظهرت دراسات ازديادا في عدد الأشخاص المتعاطين للمخدرات تحديدا في السنوات الأخيرة بسبب انتشار تجارة المخدرات في عدد من مناطق المملكة مرجعين هذا الأمر إلى الفقر والبطالة خاصة بين فئة الشباب ويرى المراقبون أن جهود إدارة مكافحة المخدرات في الكشف والقبض على التجار والمروجين وحتى محاولات التهريب التي يتم ضبطها تحتاج إلى تطوير وتحديث خاصة وأن ممتهني هذا الجرم يبتكرون على الدوام أفكارا وطرقا خبيثة للتهريب أو الترويج على حد سواء اشتركوا في القناة